الى العربي الجديد وزير الخارجية القطرية اجتمع مع مساعد ابن لينكين والمبعوث الامريكي الافغانستان اعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم حركة الانصاف عمران خان تشكيل حراك جديد للضغط على الحكومة من اجل تحديد موعد الانتخابات المبكرة مع اعطائها مهلة حتى الست المقبل فيما اعلنت شرطة اسلامباد حالة امنية استثنائية وعززت قواتها في المناطق الحساسة تحسبا للحراك وقال خان في كلمة له امام اجتماع المحامين في مدينة لهور مساء امس الاربعاء اننا لن نصمت على ما تقوم به الحكومة التي حملت على الشعب وفشلت في كل الملفات نعلن حراكا جديدا للضغط عليها او لاسقاطها يوم السبت المقبل ونمهلها ان تعلن قبل ذلك موعد الانتخابات المبكرة وحذر خان من ان باكستان تمر بمرحلة حرجة في كل الجوانب معتبرا انها بحاجة لاتخاذ خطوات جريئة وهذا لا يمكن ان تقوم به حكومة اتت بدعم اجنبي الى سدة الحكم من هنا لابد من اجراء انتخابات مبكرة حتى تعين حكومة جديدة لديها قدرة وصلاحية لاتخاذ خطوات مهمة وكبيرة بحسب قوله وطلب خان من انصاره الخروج الى الشوارع مساء غدن الجمعة ضد الغلاء المستشري وفشل الحكومة في التصدي للوضع الاقتصادي الهش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة